بعد مضي ثلاثة أيام من عمر محادثة فيينا، أعياد الميلاد تعلق الجولة الثامنة، محادثات ترها طهران قد أحرزت تطوراً في مجملها بداية من يومها الأول، حيث سعت الأطراف المتفاوضة إلى إيجاد اتفاق يرضي الطرفين الإيراني والأمريكي للمضي قدماً في خطة العمل الشاملة المشتركة. أصداء يصفها المتتبعون بالإيجابية، حيث أعرب الطرفان الروسي والإيراني عن ارتياحهما إزاء السير الحسن للمفاوضات التي رأوا أنها ستكلل بالنجاح، بينما أبدت واشنطن قلقها معتبرة أن الوقت لازال مبكراً لحسم الأمر، ووافقها الطرف الأوروبي في طرحها مشيراً إلى حدوث تقدم تقني في معالجة المطالب الإضافية التي تقدمت بها طهران فقط إلى حد الساعة. غير أن أحياء الاتفاق النووي الذي يعود لعام 2015 يواجه عدة عقبات قد تؤجج مصير المفاوضات، خاصة ما تعلق بموضوع الخلاف بشأن ملف رفع العقوبات الذي لا يزال عميقاً بحسب آخر الأصداء. مفاوضات فيينا، التي تستأنف الاثنين بعد تعليقها الخميس، أكد بشأنها المبعوث الروسي ميخايل أوليانوف أنها في مراحل متقدمة وتجري حالياً كتابة مسودات. كما كشف المبعوث الروسي أن موسكو وواشنطن تنسقان معاً في مسعى لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرمي عام 2015. اشتركوا في القناة